السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزتي أعزائي متسبعي القناة الخاصة بالتحليل الطبية والصحة عموما موضوع اليوم إن شاء الله هو فرط نشاط الغدة الضرقية أو ما يسمى لباغ تغويدي الغدة الضرقية أو لاتغويد تقع في أسفل الرقبة صغيرة في حجمها الذي يشبه شكل الفراشة إلا أن تأثيرها أساسي جدا للجسم حينما تصاب هذه الغدة بأي خلل إما أن يؤدي ذلك إلى قصور في عملها أو إلى الإفراط فيه فكيف تشعر وما هي عوارض نشاطها الزائد تابعوني يسعدني ترك إعجاب وتعليق للفيديو وإذا كانت هذه أول مرة تظهر فيها قناتي لا تنسى الضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو ولما لا مشاركته مع الجميع تشجيعني لأستمر في العطاء إن شاء الله ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أدام الله عليكم نعمة الصحة تقع الغدة الدرقية في الرقبة وتقوم بإنتاج الهرمونات التي يتم إطلاقها في مجرى الدم للسيطرة على نمو الجسم وعملية التمثيل الغذائي تسمى هذه الهرمونات باسم هرمونات الغدة الدرقية والتي تساعد في عمليات مختلفة من الجسم مثل معدل ضربات القلب درجة حرارة الجسم وتساعد في تحويل الطعام إلى طاقة للحفاظ على سير الجسم عادة ما تقوم الغدة الدرقية بالتحكم في هرموناتها في الدم بعناية حتى تقوم بهذه العمليات بكيفية متوازنة وبمعدنة فالغدة الدرقية تنتج هرمون T3 أو ما يسمى بلاتخيودو تيرونين وهرمون T4 المسمى تتخايودو تيرونين وهما هرمونات أساسيا يتحكمان في كيفية استخدام الجسم للطاقة يمكن أن يكون هناك زيادة في إنتاج أحد الهرمونات أو كلاهما معا وعندما نقوم بتشخيص زيادة نشاط الغدة الدرقية ومعرفة السبب الكامل وراءها يمكن أن نخفف من الأعراض وأن نمنع المضاعفات ما هي الأعراض التي سأشعر بها عند فرط نشاط الغدة الدرقية لباخ تيرويدي تسريع عملية التمثيل الغذائي ستؤدي لشعورك ببعض الأعراض الغير اللطيفة منها الإنفعال الدائم وعدم السيطرة على شعور التوتر القلق والإنفعالات المبالغ فيها التقلبات المزاجية الإرهاق والشعور بالتعب المستمر الحساسية للحرارة وتدخم الغدة الدرقية أي انتفاخ أسفل الفك فقدان سريع وغير منطقي للوزن عدم انتظام في ضربات القلب من قباضات وتحركات في الأمعاء ارتجاف في اليدين والأطراف صعوبات في النوم ترقق في الجلد ترقق وهشاشة بالشعر والضربات في الدورة الشهرية هذه الأعراض تكون أقل بروزاً لدى كبار السن في حين بعض الأعراض تميزهم بشكل خاص مثل تسارع ضربات القلب التحسس من درجات الحرارة المختلفة وحتى الشعور بالتعب بشكل أكبر لكن تجدر الإشارة أن في بداية فرط نشاط غدتك الدرقية يمكن أن تشعر تماماً العكس قد تشعر أنك نشيط وحيوي جداً وذلك لتسارع عملية التمثيل الغدائي ولكن مع الوقت ستبدأ الخلايا تشعر بنقص التغذية فيها وسيبدأ جسمك بالضعف والنحور بشكل عام يتطور مرض فرط فعالية الغدى الدرقية تدريجياً إلا أنه في حال باغتك في عمر صغير ستشعر بالأعراض بشكل مفاجئ والآن فنتعرف على ما هي أسباب فرط نشاط الغدى الدرقية هناك مجموعة من الأسباب التي من شأنها أن تكون سبباً في ذلك منها أولاً اضطراب الجهاز المناعي يعد السبب الأكثر شعوراً لاضطراب فرط نشاط الغدى الدرقية ويسمى أيضاً مرض غريبز يستهدف بشكل خاص النساء ما بين سن 20 إلى 40 عاماً ويمتاز في أعراضه الخاصة بتمركزه في العين وأنسجتها هذا المرض من مشاكل المناعاء الذاتية وهذا يعني أن الجهاز المناعي يخطئ ويصبح غير قادر على مواجهة المواد السامة وإذا كان لديك هذه الحالة فأنت تعاني من مشاكل العين مثل عدم وضوح الرؤية انتفاخ وجهود في العينين شعور بألم شديد وضغط في العينين انتفاخ في الجفون وتراجعها لتكشف عن العينين حساسية عالية للضوء ليس مفهوماً تماماً لماذا تتأثر العينين بهذا المرض ولكن يعتقد بأن الأجسام المضادة من الجهاز المناعي قد تؤثر على الأنسجة الموجودة حول العين الحالة الثانية وهي تكتلات الغدة الدرقية أو ما يسمى عقيدات الغدة الدرقية تغويد نوديل وهي عبارة عن نمو غير طبيعي في الغدة الدرقية التي تؤدي إلى إفراس كمية كبيرة من هرموناتها يمكن أن تتطور تكتلات الغدة الدرقية ولا يتم التعرف على السبب حتى الآن لكنها عادة ما تكون حميدة ومع ذلك يمكن أن تحتوي تكتلات الغدة الدرقية على أنسجة غير طبيعية والتي يمكن أن تؤثر على الإنتاج الطبيعي للهرمونات في الغدة الدرقية وهذا يتسبب في زيادة نشاط الغدة هناك نوعان لتكتلات الغدة الدرقية واحدة يطلق عليها تكتلات سامة وأخرى حميدة تشكل تكتلات الغدة الدرقية السامة حوالي 15% فقط من حالات فرط نشاط الغدة الدرقية السبب الثالث وهو التهاب الغدة الدرقية في بعض الحالات يمكن للعدوى الفيروسية أن تؤثر على نشاط الغدة الدرقية وتسبب الالتهاب داخلها يطلق عليه التهاب الغدة الدرقية حيث تكون الغدة مؤلمة عند لمسها وهذا الالتهاب ينتج عنه إفراط في إنتاج الهرمونات السبب الرابع الحصول على مكملات اليود يستخدم اليود الموجود في الأطعم المختلفة في الغدة الدرقية لإنتاج الهرمونات وعندما تحصل على كمية إضافية من اليود يمكن أن يتسبب في زيادة نشاط الغدة الدرقية دواء إيمو دارون أيضا هو نوع من الأدوية التي تعرف بأنها من مضادات عدم انتظام ضربات القلب فإذا كان لديك تكثلات غير سمة في الغدة الدرقية وتم الحصول على إيمو دارون يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية لأنه يحتوي على اليود إذن إذا كنت تعاني من فقدان الوزن الغير مبرر له وسرعة ضربات القلب التعرق الغير عادي تورم في قاعدة عنقك أو أي أعراض أخرى مرتبطة بفرط نشاط الغدة الدرقية تحتاج إلى مراجعة الطبيب من المهم أن تصف تماما هذه التغيرات التي لحظتها أن العديد من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية قد يترافق مع حالات أخرى للأسف فزيادة نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب بعض المضاعفات منها بعض المشاكل القلبية فبعد أخطار مضاعفات زيادة نشاط الغدة الدرقية تشمل مشاكل القلب وسرعة ضربات القلب يمكن أيضا أن يتسبب فيه هشاشة العظام فزيادة نشاط الغدة الدرقية وإنتاج الكثير من الهرمونات يتدخل مع قدرة الجسم على دمج الكالسيوم في العظام يمكن أيضا أن يسبب مشاكل العين فبعض الأشخاص قد يعانون من اعتلال في العين انتفاخ احمرار تورم وعدم وضوح الرؤية هذه المشاكل قد تتفاقم لا قدر الله وتؤدي إلى فقدان البصر فيما يخص تشخيص زيادة نشاط الغدة الدرقية يتم التشخيص اعتماداً أولاً على التاريخ الطبي والفحص البدني حيث يقوم الطبيب بفحص الغدة الدرقية والتحقق من نبضات القلب ثانياً عبر تحاليل الدم والتي تشمل تحليل التي ساشة تغويد شميلة هرمون تحليل تي ثالثة وتحليل تي أربعة إذن في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية فإن هرمونات تي ثالثة وتي أربعة تكون مرتفعة بشكل كبير عن القيم العادية في حين أن هرمون التي ساشة تكون قيمته أقل جداً من التركيز العادي في بعض حالات فرط نشاط الغدة الدرقية بدون أعراض قد يكون تركيز هرمون تي ثالثة وتي أربعة عادي جداً في حين أن تركيز هرمون تي ساشة منخفض هذا يدل أيضا على فرط نشاط الغدة الدرقية قد يحتاج الطبيب إلى عمل تحليل أخرى مكملة من أجل معرفة سبب فرط نشاط الغدة الدرقية منها البحث عن مضادات جسام خاصة خاصة في مرض بازدو وفحص للعنق من أجل البحث عن عقيدات الغدة الدرقية وكذلك فحص بليود المشع أما فيما يخص علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية فهناك العديد من العلاجات المتاحة لزيادة نشاط الغدة الدرقية واللي يعتمد على العمر الحالة البدنية والسبب الكامل وراء فرط نشاط الغدة أولا العلاج بليود المشع يتم امتساط اليود المشع عن طريق الغدة الدرقية الخاص بك عن طريق الفم حتى يتسبب في تقلص الغدة والأعراض تهدأ عادة في غدون 6 أشهر لأن هذا العلاج يسبب نشاط الغدة الدرقية لإبطائها بحد كبير مما ينتج عنه غدة درقية غير نشطة قد تحتاج إلى تناول الدواء كل يوم لتحل محل هرمون الغدة الدرقية يستخدم لأكثر من 60 عاما لعلاج فرط الغدة وقد تبين أن اليود المشع آمن عموما ثانيا استعمال الأدوية المضادة للغدة الدرقية هذه الأدوية تقلل تدريجيا من أعراض فرط نشاط الغدة عن طريق منعها من إنتاج كميات زائدة من الهرمونات وعادة ما تبدأ الأعراض في التحسن في غدون 6 إلى 12 أسبوع لكن العلاج بأدوية المضادة للغدة الدرقية يستمر عادة لمدة عام على الأقل أو أطول لكن قد يوجه البعض حالات نتيجة هذه الأدوية هناك عدد قليل من الأشخاص ذيهم حساسية من هذه الأدوية ويتطور ذيهم طفح جلدي حمى ألام المفاصل كما أنها تجعلك تشعر بأنك أكثر عرضة للعدوى ثالثا استخدام لبيتابلوكرز تستخدم هذه الأدوية عادة لعلاج إرتفاع ضغط الدم إنها لن تقلل من مستوية الغدة الدرقية لكنها يمكن أن تقلل من معدل ضربات القلب السريع وتساعد على منع الخفقان لهذا السبب قد يصف الطبيب لك هذا الدواء لمساعدتك على الشعور بتحسن حتى تصبح مستويات الغدة الدرقية قريبة جدا من المستويات الطبيعية الأثار الجانبية قد تشمل التعب، الصداع، اضطراب المعدة، الإمساك، الإسهال أو الدواء وأخيرا الجراحة قد ينجأ البعض إلى استقصال الغدة الدرقية وتشمل مخاطر هذه الجراحة تلف الحبال الصوتية والغدة الدرقية أربعة غدد صغيرة تقع في الجزء الخلفي من الغدة الدرقية التي تساعد في التحكم في مستويات الكالسيوم في الدم بالإضافة إلى أنك سوف تحتاج إلى الحصول على ليفوتيروكسين لتزويد الجسم بكميات طبيعية من هرمونات الغدة وإذا تمت إزالة الغدة أيضا سوف تحتاج إلى دواء للحفاظ على مستويات الدم والكالسيوم العادي يمكن أيضا إلى جديدة نشاط الغدة الدرقية طبيعيا عن طريق أخذ بعض الأطعمة منها الشفان، الليمون، ومتجات تحتوي على الكالسيوم وفيتامين دال لن ننسى أن نشاط الغدة الدرقية له أثار ضارة على سحة العظام وقد تؤدي إلى ترققها فلهذا يصبح من الضروري جدا الحصول على جرعة إضافية من الكالسيوم وفيتامين دال الأغذية التي تحتوي على المانيزيوم مثل الخضروات الورقية، المكسرات والبدور وكذلك خفض مستوى السكر حاول القضاء على الأطعمة المكررة والسكر في طعامك لكي تحقق الاستفادة منها في علاج زيادة نشاط الغدة الدرقية لأن الأطعمة المكررة تؤدي إلى اندفاع الأنسلين وهرمون الكورتزول وهذا يبدأ في إجهاد الغدة الكضرية والبونكرياس الحصول أيضا على قسط كافي من النوم فمن العلاجات الصحية الحصول على قسط كافي من النوم للتأثير على أنشطة الغدة الكضرية تقليل الإجهاد فالإجهاد المزمن يفاقم أي مشكلة ويسهم أيضا في نمو فرط النشاط الغدة الدرقية وأخيرا ممارسة التمرين الرياضية بانتظام يساعد في تقليل فرط نشاط الغدة الدرقية ويساعد في ضمان عمل الدورة الدموية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر